чтобы in a certain time God is inviting us to go through the scripture So my dear friends the power of the word of God can change our life Do you want a change in your life? Just listen word of God إذا تريد تتغير كل حياتك فقط اسمع لي كلمة الرب إذا تريد تتغير كل حياتك فأبدأ بقراءة كتاب المقدس إذا تريد تتغير كل شيء بحياتك بس بلش بإقراءة كتاب المقدس في هذا الوقت إحنا مجتمعين حتى نسوي فتش مميز في هذا الوقت الصوم الناس تنقطع عن أكل حال لحم أو شوكولات منسلة أو شيء آخر في حالة صوم لازم نتخلى عن فتش معين في فترة الصوم لكن مع هذا حتى لو تخلينا عن شيء من خلال الأكل لكن نحتاج فتش يملئنا من الداخل قد ندخل في مرحلة أن نسمع إلى كلام الله فتصير عادة عندنا حتى في فترة الصوم المارسة يومية بأن نسمع كلمة الله أمامك بالشاشة هو كابتال الفصل الرابع من إنجيل متى يحكي عن تجربة يسوع في البرية يسوع قيد بروح القدس إلى الصحراء حتى يجرب خلال هذا الصوم العظيم هنا هذه الصومة يستطيع أن يفهم أن يكون هناك جيداً ويسوع 100% من أجل 100% من الله ويسوع 100% من الله ويسوع 100% من الله لنجرب خلال الأكل الله إبن الله هو الإنسان الكامل والإله الكامل في هذه التجربة قيد بروح القدس إلى الصحراء ليجرب من قبل إبليس بهذه تشوفون أن يسوع بالضبط مثلنا إحنا البشر أيضاً جرب وصام أربعين يوم في برية 40 days and 40 nights of his fasting and abstinence that he spent time in the wilderness then this tempter came and saying giving him some temptations so بهذه الأربعين يوم والأربعين ليلة ليسوع صام بيا وجر بيا قدر أن يتغلب على كثير أشياء فنفس الشيء أنت اليوم مدعو لنفس الدعوة so my dear friends our fasting our abstinence all should join with the jesus what jesus did for us in this abstinence and fasting so the aim of the fasting is to defeat the temptation within us around us and everywhere so الهدف من الصوم في هذه الفترة هو أن نعترف بخطايانا أن نتقرب من يسوع وأن نتغير حتى نتبع يسوع so during this london time we do fasting and we do prayer and we give almsgiving so في هذه الفترة راح نركز على الصوم على الصلاة أن نعطي من عندنا في هذا الصوم المبارك these exercises these spiritual exercises we are doing it to grow in holy spirit and defeat the temptation within us هذا الشيء اللي راح نعملو بالصلاة وبالصوم هو اللي راح يخلي الروح القدسين مو في داخلنا وراح يقودنا إلى أن نكون أبناء صالحين نحتاج الصوم والصلاة وأن نثق بقوة الروح القدس في داخلنا حتى نتغير نحتاج أن نصوم ونصلي ونسمع كلام الله حتى نصل إلى سماع كلمة الله حقيقة والتغير مو يعني إذا أنا أصوم فأنا ما يحتاج أن أصلي وإنما أحنا محتاجين نصوم ونصلي ونسمع كلمة الله هذا الشيء راح نستمر بينه طول حياتنا وليس فقط في فترة الصوم لكن خلال فترة الصوم احنا نحتاج أن نثور على نفسنا حتى نغير الأشياء اللي بداخلنا ونصبح لإنسان الأفضل جاء يسوع حتى يقلنا أنه ابن الله تعرض لنفس التجربة اللي احنا نتعرض له وهذا الشيء اللي يمبين بالتكست اللي بالصحراء فقط ترى كلمة إننا نتعرض premiًا إذا ننتعرض لكي أحنا نتمكن من أنه ابن الله تعرض لكي أحنا نتعرض لكي أحنا حتى إذا احنا نتعرض لكي أحنا أقول ذلك عنده هذا الشيء. فشو راح يقول؟ أو إذا أتكم سيارة جميلة أو بايسيكل جميلة راح يقولك إذا هو هذا البايسيكل مالتك أو إذا هي السيارة مالتك فرح تقوله أكيد هاي أنا مالتي بإفتخار نشوف أن الأشياء اللي نملكها هي بعملنا البشري. بهذا التحدي الأول هو أنه إذا كنت ابن الله فمر أن تصير هذه الحجارة إلى خبز. يضع الاختبار جداً قوي في شخصية يسوع إذا كان هو ابن الله قد يغير الحجارة إلى خبز. challenging and questioning any kind of pride within us then we will automatically stood against but Jesus was calmly saying nothing against this. يسوع أخذ هذا التحدي بأنه إذا كنت ابن الله فمر أن تصير هذه الحجارة إلى خبز بكل هدوء. So if you are the son of God command these stones to become the loaves of bread. إذا كنت ابن الله فمر أن تصير هذه الحجارة إلى خبز. So the first temptation is from the Jesus Christ actually came into this world to become the bread. Not a baker but to become a bread. الفكرة هي أن يسوع هنا جاء ليس ليعطي خبز وإنما ليسمع الخبز للإنسان. So my dear friends he came into this world to become the bread. He is not a baker but he is the bread of life. ليكون هو خبز الحياة وليس ليصنع الخبز أو يعطي الخبز. وإنما أتى يسوع إلى ذي الحياة ليكون هو خبز الحياة. So Satan wants to stop or attempting him not to become the bread of life. يقول هو للإبليس الذي يجرب ليس بكل كلمة تخرج ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. And Jesus is not falling in that temptation. He win it. He was brave. هو لم يسقط أو يعني يضعف أمام إبليس وإنما وقف أمامه بكل شجعة. His answer is so simple. One does not live by bread alone but by every word that comes out from the mouth of God. وأجاب بكل بساطة ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. So my dear friends he is not saying that we need bread. We need the bread to live. That's good. But not just bread but we need the word of God. The word that comes out from the mouth of God. أكيد إحنا بحاجة إلى خبز حتى ناكل ونعيش لكن ليس فقط بالخبز لحيى الإنسان وإنما بكل كلمة تخرج من فم الله. So here the answer is hidden. If you want to come out of your anxiousness, stress in your life, you not only just need the bread, more than that we need the word of God. يعني بكل بساطة احنا ما بحاجة إلى الخبز بقدر ما احنا بحاجة إلى كلمة الله. So the lack of the word of God in our life can lead us into anxiousness, stress, or to anger against our own personality. يعني لما نكون شبعانين من كلمة الله راح نكون شبعانين من غير أمور. So if we break this first temptation, Jesus is actually explaining you and me to say the importance of reading and listening the word of God. في يسوع في هذا الجزء التكست أمامنا ينبهنا على أن نسمع كلمة الله. Close your eyes and say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. أحبك يا يسوع. أمين أمين So my dear friends, when we are listening to the word of God, the power of the word of God is working within us. وحنا نسمع إلى كلمة الله قوة كلمة الله تعمل في داخلنا. You know, if we are in the present, if it is, if you and me in the place of Jesus, if somebody asks you to do, if you are the son of God, do this for me, then we will try to show off there. إذا أنا وإنت مجتمعين حتى المجد اسم يسوع, في يسوع بيننا وكلتنا بمهمة ووحدي بقلب واحدة نظهر هذا الشيء. So because, because Jesus is the word of God, he has the self-control, he has full of self-control, he was not even answering to the right, the question in the straight way, but he is saying, listen, breaking, go up, go to the word of God. يسوع نفسه ينصحنا أن نسمع لكلمة الله لنسمع لكلمة أبيه السماوي في كل لحظة نعملها. So my dear friends, if we need to grow in self-control, if we need to grow in humility, if we need to grow in the fruits of Holy Spirit, we need to listen the word of God and obey the word of God. Next, the second determination, verse 5, you can see that, then the devil took him to the holy city and placed him on the pinnacle of the temple. في جزء الثاني من الآيات فمضى به إبليس إلى المدينة المقدسة وأقامه على شرفة وقال له. Again, he is actually questioning Jesus, okay, tempting Jesus. If you are the son of God, throw yourself down, for it is return, he will command his angels concerning you, and for their hands they will bear up, and so that you will not dash your foot against a stone. للمرة الثانية يحاول الشيطان أن يجرب يسوع فيقول له إن كنت ابن الله فلقي بنفسك إلى الأسفل لأنه مكتوب يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لأنك بحجر رجلك. The first temptation Jesus told about the importance of the word of God. فأول قسم, أول تكست كان يحكي عن أهمية السماع لكلمة يسوع, لكلمة الله. But in the second temptation, the second temptation, the devil is using the word of God to attack our Lord. This is sometimes we may face, other people may use the half of the word of God, the wrong explanation of the word of God to attack the Christians like you and me. هناك بعض من عندنا الناس أنه نستعمل نص كلام الله أو نستعمل كلام الله لأجل مصلحتنا الشخصية. So our Lord also gone through this temptation. إذا الله نفسه يسوع المسيح دخل في هذه التجربة. My dear friends, here Jesus took him to the next place, his holy city, and placed him on the pinnacle of the temple. And saying to him, jump from there. Why did Jesus came into this world? Not to jump from the temple, but to make us the temple of the Holy Spirit. ليس حتى يلقي بنفسه من شرفة الهيكل, وإنما حتى يجعلنا إحنا هيكل الروح القدس. So my dear friends, the first temptation, he came to become the bread of life. In the first temptation, Jesus Christ came to become the bread of life, not a baker of the bread. So in the second temptation, Jesus Christ came to make us the temple of God, not to jump from the temple. And the second temptation, Jesus Christ came to make us the temple of God, not to jump from the temple. So my dear friends, Jesus is answering here, in a different way. Jesus said to him, again it is a return, do not put your Lord, your God, to test. So my dear friends, we have to understand it this way, that this, the power of the word of God, is helping us to become holier and holier again. So my dear friends, look on the first temptation, Jesus was answering that the power of the word of God, how to do that. In the second temptation, he is saying that if you are the temple of God, then you and me are one with God. So first temptation, he said about the bread of life and the word of God. And the second temptation, he is telling us that you are the temple of Holy Spirit, so God lives in you and me. So which means the second temptation, we have to believe that we are the temple of God, so evil spirit has no chance to enter in our temple. فبالتجربة الثانية, احنا مؤكدين, احنا مؤمنين بأنه احنا فعلاً هياك للروح القدس. وما ممكن أحد ينزع هذه النعمة, هذه البركة من قلوبنا ومن حياتنا. Because Lord your God is seated within you. لأنه الرب يسوع جالس في قلبك. ماخذ مكان في حياتك في قلبك. So Lord our God is seated within us. Amen. لأنه يسوع في حياتنا ومتحدين احنا بينه مع بعض. Put the hands on your chest and say I love you Jesus. ضعيتك على قلبك وصيح. أحبك يا يسوع. And say I love you Jesus. أحبك يا يسوع. I thank you Jesus. أشكرك يا يسوع. I thank you Jesus. أشكرك يا يسوع. Amen. 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 So my dear friends, if you want to defeat the temptation, the second method Jesus is using casting out him. because you are the temple of the living God. بالتجربة الثانية شفتم أنه شلون هو دا يريد يذب نفسه منه على الهيكل. لكن يسوع يأكد على أنه أنتم هياك للروح القدس. أنتم مسكن الله. So this is what we are called to defeat Satan under your feet. إلى هذا إحنا مدعوين أن نتأكد وأن نشهد بأننا إحنا هياك للروح القدس. So once we are filled with the word of God and have eaten the loves of the bread of life, then we are the temple of the Holy Spirit. فإحنا خبز الحياة بحاجة إلو دائما خبز الحياة اللي أعطانه هو يسوع بجسده وإحنا هياك للروح القدس. هذا أهم حياة نعيش مع يسوع. . See how much blessed you and me. See how much blessed we are. Thank you Jesus. I love you Jesus. I praise you Jesus. Say I love you Jesus. i thank you jesus we are coming back to the point again the first point is jesus made us sorry jesus came into us to become the the bread of life jesus came into this world to make us the temple of god and let us come to the third temptation what is happening in the third temptation of jesus again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdom of the world and their splendor normally if we are that person if the devil is tempting us we will say oh i need that i need that car i need this this house i need that job we will have a big list we need i need that jewelry i need that cosmetics i need that dress i need that shop we have a big list it's because our heart is actually linked with the material things of this world لأنه بكل بساطة قلبنا مربوط ومعلق بالأشياء المادية في هذه الحياة so this is why we need some abstinence prayer and fasting in our life ولهذا احنا بحاجين إلى صوم وصلاة خلال هذه الفترة بكل بساطة ابليس يجرب يسوع ويقول له راح أعطيك كل هذا إن جثوت لي ساجداً so it's actually evil is actually offering him a kingdom بكل بساطة يريد يشوف انه يريد يكون هو الملك الشيطان يريد هو يكون الملك على يسوع jesus came into this world to become to declare as the universal king jesus is the universal king so my dear friends that this temptation he defeated this temptation to break the kingdom his kingdom هذه التجربة كانت حتى تبرهن لنا مملكة يسوع so jesus defeated this temptation to break his kingdom that i'm saying to you that evansated jesus يثبت للشيطان انه ليس مملكة العالم من ستسود وانما مملكة يسوع مملكة الحب so my dear friends jesus is the bread of life jesus made us become the living temple of the holy spirit and jesus is the king so here jesus is the bread of life jesus made us become the living temple of the holy spirit and jesus is the king so my dear friends anybody's heart is not worshipping god anything idle that person may have this temptation sometimes even if coming to the church even if attending the prayer meeting even if doing the fasting and everything if we are not worshipping god our lord and our heart we may also go through these temptations حتى لو كانت تصوم حتى لو كانت تصلي حتى لو كانت متحد راح يجي مرحلة وتتجرب فيها احنا بشر بعفاء for example if you are taking in your heart you are worshipping something else maybe god or maybe your job or your positions anything then it may drag you away from the presence of god لو باي تجربة تتعرض الى اذا كان في شغلك في عملك في حياتك في عائلتك انت محتاج لقوة يسوع للتغلب علي so if we want to defeat this kind of temptation we need to focus more in worshipping lord our god more time in focusing our lord jesus christ and worship him so that we can defeat satan under our feet بهذه الطريقة راح نغلب على الشيطان ونجعله تحت اقدامنا i love you jesus احبك يا يسوع i thank you jesus اشكرك يا يسوع i praise you jesus امجدك يا يسوع my dear friends i am summarizing this topic this way رح يرخص الموضوع اللي حكينا عنه fasting prayer and almsgiving الصوم والصلاة وشكر العطاية these are the three things we need to go ahead always in our life specially during the london time دائما احنا بحاجة الا خصوصا في هذه الايام and we need to prepare ourselves during this season رح نصلح هذه الاخطاء خلال هذا الموسم موسم الصوم all the temptations are common within us or around us but we can defeat those temptations through the fasting and prayer and almsgiving كلتنا معرضين للتجارب من حولنا قريبة من عدنا لكن بالصوم وبالصلاة راح نتغلب عليها receive the word of god receive the eucharist in your life you are the temple of god you born to rule the world استقبل يسوع المسيح في حياتك استقبل يسوع المسيح لأنك هيكل من هيكل الروح القدس فاستقبلوا في حياتك كون مقاد بقوة الروح القدس حتى قراراتك تكون كل ملهمة من قوة الروح القدس جعلني يا رب أن أكون ابنا صالحا لك أن تكون أنت ملك الملوك ورب الأرباب أغمضوا عيونكم وحطوا يديكم على صدركم أحزوكم أيها يسوع المسيح إلمس الناس وشفيهم وعطيهم القوة حتى يشهدون لك أغمضوا عيون من أجل كل إنسان استقبل يسوع في حياته وانتظر مجيء يسوع المسيح في حياته المسيح أشق عليهم نورك ونور روحك القدس حتى يستقبلوك في عقولهم وقلوبهم ساعدهم أن يعترفون بخياطاياهم بسر التوبة شكرك يا يسوع أحبك يا يسوع أحبك يا يسوع أمين 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 أمين